بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم شاء الله طيبين اليوم جابت لكم هذه الوصفة الطبخة عملتها في عيد الأوحى اللي فات بس نسيتها وانا راجعة الحين قاعدة راجع الصور اللي عندي وشفتها بصراحة ما تتفوت مرة مرة كانت لذيذة والحشوة وبعدين دجاجتين ماشاء الله ونسكيلو لحمة مفرومة عملت لنا ولي ما تعيد مرة كان شكلها لذيذ وطعمها لذيذ تعلمتها في لبنان كان يجيني شيف والله كل يوم يعلمني أكل فرنسي وأكل إيطالي يجيني في البيت من فندق بريتانيا فتعتر وانا اتعلم نزع العظم من الدجاج فانتو الحين لما تشوفون يعني مو تقولون اني تعلمت بسرعة ما عليش الواحد يحاول مرة 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 ترى سهل ما ما في شي صعب خاصة بس المهم تعرفون كيف وسكينة تكون موجودة سكينة صغيرة حادة ما تنفع السكينة الكبيرة الآن سنشوف بعض هذا الأسود ترى مو بذنجان هذا بطاطس أسود لونه كذا مو أسود لونه موف بنفس جي بس هنا مع الصور مبينة الغرفة كانت غرفة الأكل في الليل ضلام شوي بيين انه أسود مرة كان دذير بس إذا ما في بطاطس عادي يتقشر وينحط عشان يصير وجبة كاملة خضار وبطاطس هذا الدجاج بصل وهذه بهارات صحيحة كريمة وحليب ولحمة مفرومة فسك صحيح بس نغسله وسنوبر بس نغسله ما نحمصهم جبنا بارميزان وماسترد فرنسي اللي فيه حبوب ووراق زعتر اوريغانو وبعدين ابهارات إيطالية لو في ابهارات إيطالية عصر ليمون وملح وفلفل يعني المقادير ترى شايفين هذا المقادير وليمون مقطعه وسبانخ سبانخ مثلاج عصرته ورز مصري كوب رز مصري نقعته ودجاجتين هذه هي المقادير شايفينها بهارات صحيحة وفستق انا قاعد اوريكم مرة ثانية عشان ترسخ في محكم دجاجتين حوالي الوحدة 1200 قرام اول دجاجة نفتحها من فوق كده نحاول بهذه السكينة الصغيرة نودي الجلد اللحمة نوديها عن العظم من فوق نبتديه شوية 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 كده هذا العظم نشيله هذا العظم اللي علمني سمونا النصر علامة النصر لازم نشيله أول شيء بعدين نبتدي شوية شوية بإيدنا وبالسكين ننزل ننزل ونشيل وين في عظم نشيل عنه اللحم بدون ما نكسر ولا شيء من جوة شوية شوية على مهل ترى والله العملية مرة سهلة طيب اللي ما تعرف وتخاف وما في أي مشكلة أي بياع يبيع دجاج اللي قطعون الدجاج شركات يعملها لكم ترى مرة سهل هما شاطرين الحين احنا هنا حنشيل الهيكل العظمي كامل اللي جوة ولو ما صار مع ليعملوا الطريقة الثانية حين أنا حوريكم طريقتين هذي الدجاجة خليتها للتزين كده كاملة حشيناها والثانية عملناها ملفوفة وقطعناها تقدرون تعملون لتنين ملفوفة ما في مشكلة بس يعني هذي ترى سهلة مرة شايفين بصباقكم كده وين في لحم بعدو عن العظم بعدين بالسكين الصغير الحادة هذي شايفين شكلها السكينة ننشيل نشيل شوية وين في عظم فوقه لحم كده نزيحوا نزيحوا الحين حنشيل الهيكل العظمي كامل شايفين مرة ترى العملية سهلة أنا صحيح يعني قاعت مدة كل يوم اللي يجي درسني مدرسة خانقني يقول خلصت الفروج من بيروت كل يوم أنا سوي خمسة دجاجات لما ايدي بشك فيعني مو مشكلة حتتعلمون انتو اشطر مني صراحة انتو شباب وصغر حتعملونها بسهولة الحين صارت الدجاجة من جوه فاضية ما فيها عظم بس عظم الرجل معلش احنا نبغاه للديكور نشيل الحين هذولا الاجنحة الحين الدجاجة الثانية الدجاجة الثانية السكين نشيل الظهر كده ما نقصر شايفين نخلي العظم ونفضل نزيح عنه اللحم نزيح 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 وين في عظم نشيله نقصر بحوض هنا هنشيل الفخض العظم هنشيله كل العظم هنشيله هنخلي هاد الدجاجة بدون ولا عظم ترى سهلة وترى فيها الحين في الفريزر السوبر ماركت عندهم دجاجات بدون عظم وزي ما قلت لكم ممكن الشركات نسويها لكم هي سهلة بس ايدكم تمشي والله سهلة يعني مدام انا عرفت اعمل انتو هتعرفون انتو حطوا في باركم قولوا كده مدام الناس ثانين عملوا ليش احنا ما هنعمل هنعمل انا دايما نعتبر اي شي تحدي لازم اعملهم الحين الرز المصري نسقوا مع موية نص سلق وملح ونصفيه بالمصفاية نخلط اللحمة السبانخ البصل المفروم نحط الصنوبر المغسول والفستق نحط شوية اوريغانو نحط بهارات ايطالية فلفل اسود وملح هذا الفلفل الاسود وهذا الملح نحط زيتون السبانخة ثلجة خليناها تفاق بعدين عصرناها شن الموية الزايدة طبعا الرز مسلوق نص سلق صفيناه عن موية السلق الحين نخلطهم تمام بعد ما خلطناهم خلاص تمام تمام نحشي الدجاجة الكاملة من فوق اللي شنا منها الهيكل العظمي نحشيها نحشيها تمام لما صير مليان على الاخر طبعا من جوه ما في عظم العظم بس في الفخد نحشيها من الحشوة لانو الحشوة هذي ما رح تنتفخ مثل الحشوة المحشي العادي بعدين بعود الاسنان نغلق الفتحات اللي فيها يعني ما يحتاج غياطة ولا شي بعود الاسنان بعدين الرجلين نربطها مع بعض زي كذا انا قاعدة وريكم شوية شوية ترى والله انا كنت مبسوطة وانا عملها يعني متعة ان في العيد الواحد يبغى يسوي شي فرحة الحبايب والعيال كلهم اجتمعين يعني حلو نعمل شي حلو كذا مميز الحين الرجلين نربطهم مع بعض بخيط الحين عشان هنشتلقهم نجيب الشاش انا حطيت صورته مع المقادير شاش ابيب خفيف قماش ونربطهم نلفوا عليها لاف وبعدين نربطهم بالخيط نلف الخيط فوقهم عشان نصير محتفظة بشكلها لما نشتلقها صير شكلها محتفظة فيه ولما نجي نقطعها صير مرة شكلها انيق شايفين هذا الشاش نلفوا عليها لاف انا شريته والله من تفولة بس في كل محلين باعوا حتى محلات الاقومي شايبيعون شاش عادي يعني شايفين نلف عليها بالخيط خيط قطن هذا اول دجاجة الدجاجة الثانية اللي احنا يشلى منها العظم كل ما فيها عظم ابدا خلينا خلص من هذا الحين شايفين ربطناها تمام تمام احنا حطينا قماش الشاش عشان حنسقها حطينا هنا قدر كبير في موية فلفل اسود قرنفل هيل ورق غار عود قرفة ليمونة مقطعة وشلنا البزر هذا الدجاجة الثانية حطينا فوقها الحشوة في الوسط ولفنا عليها الدجاجة لف وبرضو نحاول انه نربط بالاعواد الاطراف وبعدها حنشيله يعني وقت اللي نجي نقطع كله حنشيله بس عشان الحشوة ما تطلع خلصنا منها الحين برضو نلفها بالشاشة ونربطها برضو بالخيط يعني كذا ما ينفع الحين لازم نلف الخيط حوالينها عشان ما تنفتح علينا وتصير شكلها متماسك بعدين يعني هاذي الطبخة لاش يلونهمها تقدرون الدجاج قبل يوم تعملونه تسلقونه تخلونه الصوس تعملونه قبل يوم الخضار اللي حنقدم معاه حتى قبل يومين غيلا تعملونه قبل يوم نحط عندي هنا الموية وفيها طبعا ملح نسقط فيها الدجاجتين تخليها حوالي ساعة نار صغيرة تسوي هنا عندي خضار فلافل ثلاث ألوان وجزر قطعناهم قلبناهم مع شوي زيت زيتون رشينا شوي ملح وفلفل نقلبهم تمام نحط بصل صغير مقشر نحطوا معاه ها كله تقليب على النار تشويه هو مع الحرارة العالية حيستوي نغطيه نخلي على نار صغيرة مع البخار يستوي عندي هنا هاد البطاطس طبختها على البخار شايفين دونها بنفس جيه ومثل ما قلت لكم لو ما فيه البطاطس العادية تتقشر وتنطبح على البخار نص استوى ونحطها معاهم نضبط طبعا الملح والفلفل لان الحين نحطين البصل نغطيها على نار صغيرة هما حيستوي على البخار الخضار كله فيها موية احنا نبغاها شوي تصير كريسبي مذايبة نغطيها على جم الحين نعمل الصوس هذا الماستر الفرنسي هذا فلفل اسود المرقة اللي سلقنا فيها الدجاج ناخد منها وجبنا بارميزان وزبدة وطحين وحليب وكريمة نحط زبدة او اللي ما يبغى زبدة حطوا زيتون ما فيه مشكلة او سمنة ملعقتين او ثلاث ملاعق نحط نص كوب طحين نقلب تمام لما يصفر لونه على النار نحط المرقة تسلق اللحمة بعدما صفيناها الدجاج قصلي نحط حوالي كوبين بعدين بس تسمك نحط الحليب ونقلب لما يسمك الحليب نحط له عصير ليمون يجمل شوية يسمك نحط له الكريمة نحط له شوية فلفل اسود والكريمة وهذا الماستر فرنسي موجود في كل البقالات فيه حبوب شوية بعدين نحط له جبنة بارميزان يا هذه المعلبة يا فرش هذا الصوص نحط له ملعقتين مليانين جبنة بارميزان نحط الملح طبعا هو ما يبغى له ملح كثير لان الجبنة مالحة نحط الصوص في الصحان نقطع الدجاج فوقه والخضار ونزين بالبطاطس حوالين واحلى وجبة لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب يعني وجبة ملوكية للعيد المناسبات ما في ألد منها اشتركوا في القناة